طيب تعالوا شوفوا محمد مصر ده اللي عنده برانوية أنا بقول أنا عارف عنده برانوية واضحة عنده شوزفرينيا واضحة وعنده حوال كامل لا يرى ولا يقرأ وكان فاشل كاتب سيناريو في مصر فاشل كل مقاهي القاهرة تشوفه هو كان يبحث عن عمل لأنه لم يكن مبدعا في يوم ما لكن قناة المحور أنا فاكر عمله برنامج اسمه شوزفرينيا أنا فاكر هذا الكلام وفجأة طلع تبعي الإخوان هو إخوان الله أعلم إخوان الخلاصة أنه ركب الموجة وطلع على التركية قالك ربما يكون هناك متسع من الرزق زي آخرين زي كل الناس اللي راحت قالك اللي ركبوا الفيلم قالك نشوف ده بسحنته الغبية دي بهذا الشكل يعني عايز أقول أنه فعلا برانوية تعالوا بيقول مبارح مبارح كان فيه عندنا مبارح احتفالية ليلة مولد النبي والراجل شيخ الأزهر والراجل وزير الأواف سيد الرئيس تكلموا بشكل احنا بنتكلم على مقيدة الوطن داخل الوطن وعرفين مشاكلنا بنظهر عليها وبنظهر على الحلول هو هربا عنا عايز في تركيا احنا هنا بنختلف وبنتفق وبنشتغل وبنروح وبنيجي في بلدنا مش عند الأطراق ما هربناش عشان ما فيش على رأسنا بطحة تعالوا شوفوا بسفالة شديدة وبوضاعة متناهية بيقول ايه تعالوا اسمعهم عشان كده سألنا السؤال ده دين أبوهم اسمو ايه عشان كده سألنا السؤال ده دين أبوهم اسمو ايه عشان كده سألنا السؤال دين أبوهم اسمو الزبون بيتكلم على ما جرى في الأمس في لقاء الرئيس واحتفال المصريين بمولد النبي بيتكلم على ما جرى وطبعا مشتغلوا الإخوان مبارح وكل محطاتهم على فكرة انه شيخ الأزهر كان راجل ضد فكرة التجديد لا ماشي ضد فكرة التجديد بالمناسبة احنا مبارح بنقول لشيخ الأزهر انه الفكرة مبارح الفكرة بتاعت مبارح دي الكلام بتاعه مبارح لا ده فيه اولويات احنا في التجديد والحفاظ على السنة هم القضيتين لاتنين مطلوبين لكن احنا بقولوا اولويات ما كانش فيه خلاف لكن هم اشتغلوا مبارح شغل خبيس للغاية كعادتهم طبعا الحق شوف الخلاف شوف المشاكل شوف شوف لنقطة ما جه صاحبنا محمد نصر هاتوا تاني يا صفر هاتوا تاني وبيقول دين ابوهم اسمه انا اللي بقول لك يا محمد انت دين ابوك ايه انت انت مين مش دين ابوهم دين ابوك انت اسمه ايه انت فعلا فعلا لا دين ولا ملة ولا وطن بلا عقلية وبلا انسانية وبلا وطنية وانا بقول تاني انت فاشل في مصر وانت فاشل في تركيا انا هقول لك انا هقول لك دين ابوك اسمه ايه هفكرك انت وسامي كمال الدين هاتلي يا صفوة فكروني وفكروا المشاهد بمحمد ناصر وسامي كمال الدين لاتنين كانوا بيعملوا ايه هو دا دينهم وده طريقتهم تعالوا نفتكر وافكركم نشوف دين ابوه اسمه ايه مع كل الشباب اللي هاي عايزك تحتويني ايه احتويني احتويني احتوك ازاي يعني مش انت بتتكلم عن الاحتواء احتويني يعني ايه ايه يعني عمل ايه يعني بصة زيali حين اخلص بمقدمة وبقى احتويك براحتها. احتويني في المقدمة. يعني عمل ايت. هيك عمل اي شي؟ احتويني مش انت بتقول الناس عايز احتويك beneath اسمعك كدة وهنعان. بصلك OUR عاجزة Hur 유هرج احنا بتكلم جد. قالين اخلص المقدمة وبعدين نتصرف خلاص احتويني في المقدمة ازاي. انت بتقول المقدمة وا انا اسمعها وتحتويني فيها. سامي بطل لابع سامي المشاهدين بأخلص المقدمة بس هو أعمل اللي انت عايز تعمله المشاهدين بيموتوا في الاحتواء ما لكش دعوه بله يعني احتويك عامل ايه يعني احتويك انت احتواء مش عارف احتواء طب بص يا سامي بص انت انت توقف جنب المصور لنك ده وانا أخلص المقدمة وبعلين باحتويك والله ده يعني ده الجزء الابسط من الحوار الرقيع حوار الرقيع حوار الشواز انا يعني شيلت كل الاجزاء يعني احنا زينا قبل كده لكنه كان اوفر جدا في الوقاحة والوضاعة وبتكلم صاحبنا على الدين ويقول دين ابوهم اسمه